قضاء الحاجة قبل أن نقضي الحاجة قبل أن تدخل إلى الحمام لابد من أداب عند القضاء الحاجة وقبل الدخول إلى الحمام قبل أن يدخل يقول بسم الله ويقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبايث هذا قبل أن يدخل يقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبايث تمام وإذا خرج يقول غفرانك يدخل بالرجل اليسرى يخرج بالرجل اليمنى لا يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله لا يدخل بالقرآن بالكتب نعم ينقطع عن ذكر الله لا يسبح لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حال قضاء الحاجة لا يتكلم بالقرآن بالذكر عندما يدخل حمام لا يستقبل القبلة ولا يستدبر حال قضاء الحاجة لا يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفار يعني أماكن يجلس فيها الناس أو يستضلوا فيها مثلا نعم كذلك لا يأتي الحاجة تحت الأشجار المثمرة وليس يؤذي في الناس المغانبين وليس يؤذي في العرب وليس يؤذي في الناس المغانبين لا يؤذي في الناس المغانبين نعم لا يجب أن يتخير مكان لبولة يعني لا يكون مكان صلبي حتى لا يرتد علي رشاشة البولة إذاً لن يجب قرر مerver في مكان مما ي convenienceقل لأنه لن يجب قرر وإنه وقت مهابت بها إذاً لن يجب قائما في شرطين إذاً لن يجب قد رابت باق haymann إذاً لن يجب قرر من فوق إذاً لن يجب قائم لا تكشف إذاً لن يجب قائما في شرطين ويأمن أن رشاش البول لا يرجع عليه نعم يجب على كل من أراد أن يقضي الحاجة أن يستطر عن أعين الناس يعني يبتعد حتى لا يرى أحد يدخل حمام يغلق الباب أو إذا كان في الفضاء يبعد أو يكون خلف سيارة خلف جدار إذا كان يمزي الاحية يريد أن يكون هناك إذا كان يمكن أن يكون حيواناً في المركز ما يمكن أن نقضي الحصول على الحصول إلى مكان أخرى يمكن فعنه